اشرة مفصلة من الميادين اهلا بكم وفي عنوينها اصابة عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون ومصعفون في اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات في جبل صبيح وقرية بيت دجن بنابلس الايرانيون يحتفلون بمسيرات حاشدة في ذكر انتصار الثورة الاسلامية ورئيس يؤكد ان الامل معقود عليهم لا على فيينا ونيويورك لا طريق امامنا الا التفاوض الا التوافض والتفاهم على هذه المسائل وانا احتفل انا متفاعل هذا العمر يعب عن تفاؤله بتوصل الى توافق سياسي في العراق وبعد لقائه نظيره البريطاني وزير الدفاع روسي يقول ان العلاقات مع لندن بشأن اوكرانيا معدومة اصيب عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون ومسعفون بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات في جبل صبيح وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس خرجت احتجاجا على اقامة البؤر الاستيطانية الهلال الاحمر الفلسطيني اكد ان قوات الاحتلال اعتدت على اربعة صحفيين في جبل صبيح وثلاثة اخرين في قرية بيت دجن وقد وثقت مقاطع مصور انتشرت في مواقع التواصل هذه الاعتداءات الاسرائيلية اذا تسلب بلدية القدس اراضي مقدسية في منطقة وادي الربابة في سلوان بذريعة البستنة لكنها تسعى لتحويلها الى بؤرة استيطان جديدة هناء محميد مرة اخرى سلوان في قلب الاطماع الاستيطانية حيواد الربابة هذه المرة هو الهدف الجديد بلدية تريد استصدار امر بستنة وتريد تسليم هذه الاراضي الى ما تسمى سلطة الطبيعة سلطة الطبيعة هدفها السيطرة على هذه الاراضي وتسليمها الى قطعان المستوطنين هي تريد الاباحة هذه الاراضي لكي تتحول كجزء من ما يسمى بمعتقداتهم بالحوض المقدس تم فتح مسارات طوراتية في اراضينا المسارات هذه عمالها بتخترق الاراضي من ارض لارض من ارض لارض وهذه المسارات اتجاهها على المسجد الاقصى سبع عشرة عائلة يطالها قرار بلدية القدس بتحويل اراضيها الى سلطة الطبيعة والحضائق الوطنية الاسرائيلية في جزء من الاراضي بدأت جمعية العاد الاستيطانية بغرس اوتادها فيها ارض هي كل شيء في حياتي انا بزرحها بحرثها كل سنة مجدها زيتون زيت استفيد منها بعدين ارث من اجدادي يجوا جماعة يعني متطفلين محتلين ياخذوها مني وانا بتفرج انا ببطي روحي في جهة احنا معنا كوشين تركية سندات تركية تثبت ملكيتنا في هاي الاراضي في اراضينا في ودى الربابة والملكيات التركية اللي معانا مصادقة من سنة الالفين واربعة من دائرة محاكم اسرائيل دولة الاحتلال نحو مئتي دنوم من الارض اصبحت بين يدي المحكمة الاسرائيلية قرار قضائي سابق سمح لسلطة الطبيعة الاسرائيلية بالعمل فيها فهكذا تسخر سلطة القانون لمصلحة الاحتلال الارض هي المستقبل والتاريخ وهذا ما تسلبه سلطات الاحتلال من الفلسطينيين في القدس تحت كل الذرائع هنأم حميد من وادي الربابة في القدس المحتلة الميادين في ترجمة عملية لثمار زيارة وزير الامن الاسرائيلي بن جينتس للبحرين تم الكشف عن تعيين ضابط اسرائيلي للمرة الاولى بنحو دائم ويعكس ذلك تعزيز التطبيع بين اسرائيل ودول خليجية ليشملان واحية امنية وعسكرية واستخبارية هذا التقرير لمنال اسماعيل بوتيرة متسارعة تمضي عملية التطبيع بين اسرائيل ودول الخليج عموما والبحرين خصوصا مع الحديث عن توسيع دائرة التطبيع فيما بينها من الامور السياسية لتشمل التعاون العسكرية والامنية والاستخباري التعاون الامني والعسكري بين اسرائيل والبحرين لم يقتصر على توقيع الاتفاقيات الامنية بل تخطاه الى مفاجأ الاسرائيليين انفسهم ليعين للمرة الاولى في تاريخ الجيش الاسرائيلي ضابط من البحرية الاسرائيلية بنحو ثابت في منصب رسمي في دولة عربية وهي البحرين في خطوة عدها مراقبون تحمل الكثير من الدلالات العلاقات مع دول الخليج تتطور بسرعة حتى انها فجأت الاسرائيليين حيث اطفق على تعيين ضابط من الجيش الاسرائيلي في البحرين وهو الاول الذي يعين بنحو ثابت في دولة عربية حتى مع الدول العربية التي لدينا معها علاقات منذ سنوات طويلة لا يوجد ملحقون عسكريون بنحو ثابت وبالتأكيد لا يوجد ملحقون في دول الخليج التعاون الذي بدأ الان بتعيين ضابط اسرائيلي في ارض دولة خليجية جارة لايران سيتعمق في السنوات المقبلة تطور مستويات التطبيع مع البحرين ظهر بقوة بعد زيارة وزير الامن الاسرائيلي بني جانس للعاصمة البحرينية المنامة وهي اول زيارة علنية ورسمية لوزير امن اسرائيلي للبحرين حيث وقع خلالها على تفاهمات امنية ذات ابعاد استراتيجية الاتفاق الامني بين اسرائيل والبحرين هو الاول من نوعه بالرغم من ان تعاونا كهذا كان موجودا على مدى سنوات لكن في السر وبهذا المفهوم فان علنية اللقاء والتوقيع على اتفاق امني يدلان على الضوء الاخضر السعودي لكل ما يجري هنا وعلى بدء مرحلة جديدة من توثيق العلاقات بين اسرائيل ودول الخليج حضور الضابط الاسرائيلي بنحو دائما في البحرين يتقاطع مع ما سبق ان كشف محللون اسرائيليون النقاب عنه من سعي اسرائيل الى انشاء مرفأ لسلاح البحر الاسرائيلي في الخليج على بعد مئتي كيلو متر من الساحل الايراني بما يعنيه ذلك من توفير خيارات متنوعة للجيش الاسرائيلي والمساد في مواجهة ايران احيات ايران اليوم ذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية فيها وللمناسبة اكد رئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان ايران لا امل لديها بنيوارك ولا بفيينة وان الامل معقود على الشعب الايراني واعلن رئيسي ان ايران ستخطو خطوات عملاقة في مجال الاستقلال الاقتصادي كما السياسي وشدد على ان علاقات بلاده في السياسة الخارجية تنبع من التوازن نحن نعتمد على الشعب بعد الله حضوركم في الساحة مهم لنا وعلاقاتنا في السياسة الخارجية تنبع من التوازن ونظرة الغرب هي التي اخلت بهذا التوازن نتطلع الى المستقبل بامل كبير املنا هو بشعبنا ولن يكون لنا امل لا بنيو يورك ولا بفيينة من ميزات مدرسة سياسة القائد هي الاستقلال اكثر الدول استقلالا في العالم هي الجمهورية الاسلامية في ايران نحن لا نقبل السلطة ولا الهيمنة ولا نقبل الظلم لها ولا الاخرين هناك اعمال انجزت لا يمكن انكارها ونأمل تحقيق الاستقلال الاقتصادي كما السياسي ولكنه درب طويل نجند طاقاتنا من اجله وسنخطو خطوات جبارة وعملاقة في مجال الاستقلال واحيا الايرانيون في كل انحاء ايران ذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية المشاركون عبروا عن ثباتهم خلف قيادة البلاد مرددين شعارات مناوئة لامريكا واسرائيل والدول المطبعة مع كيان الاحتلال وطالبوا برفع العقوبات عن بلادهم فورا هذا التقرير لمالك عابدة من كل حب وصوب جاءوا ليحتفلوا بميلاد ثورتهم ثورة يقول المشاركون هنا انها ولدت من رحم مغاناتهم فضحوا من اجلها وحافظوا عليها الى ان شارك فيها اليوم ابن اجيل الرابع فلتعلم الدول الغربية ان الشعب الايراني لا في الواقع يتنازل عن الاحداث التي رسم له الامام الخميني رحمة الله عليه فرض كورونا نفسه هذا العام على مراسم ذكر انتصار الثورة الاسلامية لكنه لم يمنع الناس من النزول الى الشوارع والساحات فالبعض نزل راجلا ككل عام واخرون حضروا بسياراتهم ودراجاتهم النارية شعرات وهتافات اطلقها المشاركون اكدوا عبرها استمرارهم في نهج ثورة قامت ضد الظلم والتبعية للغرب هي مواقف عبر الشارع الايراني من خلالها اليوم عن يقاضته واستعداده لافشال اي مشارع امريكية او اسرائيلية ايران بلد السلام والاستقرار وامريكا واسرائيل هم التان تمارسان الظلمة بحق شعوب العالم الا الشعب الايراني لم يسمح لهم بتحقيق اهدافهم هنا سنبقى حتى نهاية مع نظامنا وسنقدم له ما يحتاجه معظم الحاضرين هنا مسهم الضيق من جراء الضغوط الاقتصادية على بلادهم لكنهم يفضلون مسار المقاومة على مسار الظل والتطبيع مع الاعداء سنتحمل المصاعب والمشكلات الاقتصادية فايران وطننا ولن نترك وطننا للاعداء ابدا شعارنا للابد الموت لامريكا الموت لاسرائيل لن نخضع امام امريكا واسرائيل اللتين تنتهي كان حقوق الانسان فنحن شعب لا يخضع ولا يطاطئ رأسه امام الظالمين رغم ضغوط الاقتصادية والمعيشية وظروف كورونا حضور حاشد لشعب الايراني خلف قيادته في العيد الثالث والاربعين للثورة الاسلامية في ايران هي ذكرى يجدد الايرانيون تمسقهم بقيم الثورة الاسلامية ومبادئها وشعاراتها الداعية الى رفع الظلم والاستقلال والحرية ملك عابدة طهران المياد وكانت العاصمة الايرانية قد شهدت الليلة الماضية اطلاقا كثيفا للالعاب النارية احتفالا بالذكرى وعلت اصوات التكبير من على اسطح المنازل وشرفات البيوت وذلك في مشاهدة شبيهة بتلك التي سجلت ايام انتصار الثورة ثلاثة واربعون عاما وبهجة الانتصار لا تفارق العاصمة الايرانية طهران احتفالات الليل فيها تسبق احتفالات النهار تبشيرا ببزوغ فجر قيام الدولة الاسلامية وبتحريرها من التبعية والارتهان الالعاب النارية في سماء الجمهورية الاسلامية في هذا اليوم هي حلقة جميلة من حلقات الاحتفال بالنصر ففي وميضها رسالة الايرانيين الموحدة والثابتة المؤكدة ان الدولة منذ ثلاثة واربعين عاما لا تزال للايرانيين دون غيرهم برا وبحرا وجوا ولعشية الانتصار تكبيرة لا تفارق اذان الثائرين في مواقع التواصل الاجتماعي كان للناشطين من داخل ايران وخارجها حضورهم لاحياء ذكر انتصار الثورة الايرانية لنقل مشهد الاستقلال الايراني في ظل زمن التطبيع والخضوع وكلما مر هذا التاريخ تسارع ايران الى تسجيل انجازات جديدة واضافة المزيد مما انتجته ثورة الامام الخميني في مواجهة الظلم وتحدي الاستكبار وصد اعدائها وحماية سيادتها وحظ كرامتها فتأتي عشية الذكرى لتتويج الجمهورية سلطة وشعبا فاصل قصير نواصل بعده نشره اهلا بكم من جديد اكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ان التفاوضة هو الطريق الوحيد لحل الازمة في البلاد وقال عبر الميادين ان المسائل الامنية تختلف عن المفاوضات السياسية وهي خط احمر وشدد على ان ربط الدم العراقي بالوضع السياسي خطأ كبير ودعا الى تهديئة الاوضاع الامنية لا طريق امامنا الا التفاوض الا التوافق والتفاهم على هذه المسائل وانا احتقلت عن المتفاعل المبادرات المطروحة للتهديئة الامنية هل يمكن ان تؤثر على سين المفاوضات وان تؤدي لاجات ارضية من التوافق مسائل الامنية تختلف عن المفاوضات السياسية مسائل الامنية خطأ احمر لذلك نطالب فعلا تتهديها في المجانب الامني دم العراقي خطأ احمر ولا يجب لنربطه بالوضع السياسي من يربط الدم العراقي بالوضع السياسي انا اعتبر هذا يرتكب خطأ كبير الدم العراقي خطأ احمر يجب ان نبعده عن الحالة السياسية دعا الطيار الصدري وعصائب اهل الحق اهالي محافظة ميسان الاراقية الى تفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة وعقب اجتماعا ضم ممثلي الطرفين دان الجانبان جميع جرائم القتل في المحافظة بيان المشترك اكد ان الطرفين يدعمان القضاء والجهزة الامنية من اجل اخذ الدور الاكبر في فرض القانون والحد من الجريمة واكد استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق لكشف الجنات اكد مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرج للميادين ان عناصر داعش الاجانب في الحسكة يشكلون خطرا لعدم وجود الامكانيات الكاملة لتحكيم السجول ولفت الى انهم قد وجهوا دعوات الى عدة دول لتسلم رعاياها وجهنا الدعوات الى الدول لاستلام رعاياها من سجن الحسكة والاولى بهم ان يأخذوهم ويحاكموهم وفق القوانين لبلدانهم اما ان يضعون هؤلاء الارهابيين الخطرين في سجون الحسكة هذا يشكل تهديد دائم ويعبع النوايا غير صحيحة هل هناك اعداد تقريبية لعداد البازوني من داعش؟ من داعش اللي موجودين عشرة الالاف داعشي اجنبي لسبعين دولة موجودين في سجون القوات السويد المقاطية والتي تقدم بعشرة السجون في هذه المنطقة اعلن البيت الابيض ان رئيس الامريكي جو بايدن وقع على مرسوم يقضي بتجميد سبعة مليارات دولار من اصول البنك المركزي الافغاني في البنوك الامريكية واضف البيت الابيض ان الاصول المالية الافغانية المجمدة ستصرف على شكل مساعدات انسانية وتعوضات لضحايا الارهاب اعلن وزير الدفاع روسي سرغي شويغو ان العلاقات بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن اوكرانيا شبه منا عديمة وحذر من انها بصدد الانزلاق الى الجانب السلبي جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعا له مع وزير الدفاع البريطاني بن ولس في مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو وحث شويغو وبريطانيا على وقف امداداتها بالاسلحة الى اوكرانيا كما تساءل عن المنطق الذي تستند اليه في ارسال قوات خاصة وعن مدة مقوثها هناك الى ذلك اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلس يينيس ستولنبرغ من رومانيا عن تعزيز وجود الناتو في شرق اوروبا واكد الاستعداد لنشر المزيد من القوات في حال تطلب الوضع ذلك لا يطفئ سقيع الحدود هذا نيران التوتر الازمة الاوكرانية تتعقد ولا افق واضحا لاي من الجهود الدبلوماسية لحلها موسكو وكييف اعلنت فشل المحادثات الاخيرة مع مسؤولين من فرنسا والمانيا كبير المفاوضين الروس في محادثات النورماندي ديمتري كوزاك اكد انه لم يتسنى التوفيق بين تفسيرات روسيا واوكرانيا المختلفة لاتفاق عام 2015 لسوء الحظ انتهت نحو 9 ساعات من المحادثات من دون اي نتائج ملموسة تفقنا على ان صيغة نورماندي يجب ان تتغلب على جميع الخلافات الموجودة في الشكل فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منسك لان صيغة نورماندي هي الية التحكم في عملية منسك لكن لم يكن من الممكن التغلب على هذه الخلافات اليوم المبعوث الاوكراني اندري يرماك لم يكن اكثر تفاؤلا عقب المحادثات ولكن اكد في الوقت عينه اتفاق الجانبين الروسي والاوكراني على مواصلة المحادثات لانهاء التصعيد غياب اي تقدم في المفاوضات يمثل انتكاسة جديدة لجهود حل الازمة الاوكرانية جهود تتزامن مع حجد عسكري امريكي وغربي في شرق اوروبا وحجد روسي اخر على الحدود المشتركة مع اوكرانيا وفي سياق التحركات العسكرية دع الرئيس الامريكي جو بايدن معطنيه الى مغادرة اوكرانيا فورا محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو هذه حرب عالمية عندما يبدأ الامريكيون وروسيا اطلق النار على بعضهم البعض نحن نتعامل مع احد اكبر الجيوش في العالم انه وضع مختلف تماما ويمكن ان تسوء الامور بسرعة وفيما تقرع واشنطن طبول حرب عالمية اكد الامين العام لحلف النيتو يانسي ستولتنبرغ قرر واشنطن وحلفائها نشر المزيد من القوات شرق اوروبا فيما اكدت دول اوروبية وعلى رأسها المانيا الاستعداد للحوار مع موسكو من اجل السلام وهو استعداد لم يخل من لغة التهديد الموجه لروسيا والتحذيرات من عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة تلحق اي عمل عسكري ضد اوكرانيا ومن استراليا قال وزير الخارجية الامريكي انطون بلينكين ان روسيا ارسلت مزيدا من القوات الى حدودها مع اوكرانيا واكد قناعته بانها ستشن غزوا في اي وقت بحسب تعبيره وخلال مؤتمر صحفي في ميلبورن اعقب لقاء مع وزراء خارجية استراليا واليابان والهند اضاف بلينكين ان عملية اخلاء السفارة الامريكية في كييف مستمرة محذرا الامريكيين من البقاء في اوكرانيا ببساطة سنواصل متابعة مؤشرات مقلقة جدا للتصعيد الروسي بما في ذلك وصول قوات جديدة الى الحدود الاوكرانية وكما قلنا سابقا نحن في وضع يمكن ان ينجم عنه غزو في اي وقت ولنكون واضحين هذا يشمل اي وقت خلال الاولمبياد نحن مستمرون في سحب بعثاتنا الدبلوماسية من اوكرانيا وسنواصل هذا المسار وقد كنا ايضا في منتهى الوضوح بان مواطنين الامريكيين المتبقين في اوكرانيا عليهم المغادرة الان رفضت السلطات السودانية الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري والمتهمين بالفساد ورأت ان ذلك يتعارض مع الاعراف والممارسات الدبلوماسية الى ذلك خرج الاف السودانيين في العاصمة الخرطوم معدد من مدن البلاد في مسيرات جددوا خلالها رفضا او رفضهم للانقلاب العسكرية وطالبوا الشعب السوداني بالدخول في عسيان مدني شامل في المقابل اطلقت قوات الامن السودانية الغاز المساين لدموع والقنابل الصوتية على المحتاجين في المنطقة القريبة من القصر الرئاسي وسط العاصمة والان الى العنوين اصابة عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون ومصعفون في اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات في جبل صبيح وقرية بيت دجن بنابلس الايرانيون يحتفلون بمسيرات حاشدة في ذكر انتصار الثورة الإسلامية ورئيسي يؤكد ان الامل معقود عليهم لا على فيينا ونيورك لا طريق عمامنا الا التفاؤل الا التوافق والتفاهم على على هذه المسائل وانا احتفل عن المتفاعل هادي العامري يعرب عن تفاؤله بالتوصل الى توافق سياسي في العراق وبعد لقائه نظيره البريطاني وزير الدفاع الروسي يقول ان العلاقات مع لندن بشأن اوكرانيا منعدمة للمزيد زوروا صفحات الميادين على الانترنت باللغات العربية والانجليزية والاسبانية الى اللقاء